مات يالله بينا النهاردة نشوف عظمة وجمال الافران. النهاردة هنعمل وهنملى البيت كده ريح الزمان وحاجة زمان. وبرك الزمان. مات يالله بينا عالمقادير بدون مقدماته بدون اي حاجة فيديو النهاردة عظمة. اول حاجة كده. اول حاجة معي اتنين كيلو ونص من الدقيق. هقول لكم النهاردة مقدار اتنين كيلو ونص بس. تمام? والكمية اللي انا عملتها النهاردة كلها بمقدار اتنين كيلو ونص دقيق. اتنين كيلو ونص من الدقيق. اهو. عليهم كسيم من البيكنج بودر. اي نوع بقى عندك. عليهم معلقة صغيرة من الملح. في بقى هنا اختياري. ممكن تحطي سمسم اختياري وممكن ما تحطوش عايدي. تمام? آآ ممكن تحطي بدل السمسم شمر وممكن تحطي كمون. انا حطيت هنا سمسم على الدقيق والبيكنج بودر. ودي كل المواد الجفة مع بعض. اركنهم بقى على جنب واجي احضر بقى المكونات. احضر بقى المكونات التانية كان عندي هنا عجوة. فكتب معلقة من السمنة. آآ السمنة البلدي ومعلقتين كبار من الحليب. وعلى نار تكون هادي قوي قوي. لحد ما تنعم معي وتبقى بالشكل ده. واعجنها كده بايدي واقورها واركنها على جنب. تكون جاهزة معي. اجي بقى هنا للخميرة. اعمل تست الخميرة ازا معي هنا. خمس معلق كبار من السكر. على كمية آآ الاتنين كيلو ونص دقيق. تمام? معي آآ تلات اكياس من الخميرة الفورية والكيس الواحد تمانية جروم. تمام? تمانية جروم او عشرة جروم. قلبهم كويس قوي على بعض. واحط كباية من الحليب الدافي علشان تخمر معي. قلبهم بقى كويس قوي 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 مع بعض. واغطيهم واركنهم على جنب. اهم حاجة الخطوتين دولت. ابدأ ان انا احضرهم العجوة وكمان الخميرة. تمام? وهنا بقى جبت آآ الدقيق اللي انا ركنته على جنب. اللي عليه البيكنج بودر وعليه السمسم. حطيت عليه السمنة. حطيت على الدقيق على الاتنين كيلو ونص. آآ كبايتين ونص من السمنة البلدي. او الزبدة السفرة. انا حطيت هنا اللي استخدمته النهاردة زبدة كريستيل. زبدة السفرة كريستيل. واقلبهم كويس قوي 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 مع بعض. وابدأ ان انا اغلب بقى كميتي دي بالسمنة او الزبدة. تمام? ولو عايزة تحطي نص سمنة ونص زيت عادي نص زبدة ونص زيت برضو عادي. عايزة تستخدمي الزيت بس عادي برضو مفيش مشكلة. تمام? هنا جبت الخميرة بعد ما غمرت معي بالشكل ده. ودهت ان انا حطها بعد ما غلفت او بسيت الدقيق كويس قوي. وابدأ ان انا اقلب كده تقليبة بسيطة. بحيث ان كل الخميرة تتقلب وتتغلف معي مع السمنة وكل الحاجات اللي انا حضيتها. تمام? وبعدين انزل بقى بالحليب كوباية كوباية لحد ما تتعجم معي وتتلم معي بكل سهولة. انا هنا حطيت كيلو من الحليب. ولو عندك الحليب الرويب. او المجبن شوية. اللي هو لو غلطيه وكتل معيك كده بياخد معيك كوبايتين كبور. تمام? انا حسيتها هنا بعد ما عجنتها لزقت معي في اليد. اه المها ازاي? المها يب معلقتين كبور من الزبدة او السمنة او الزيت. وابدأ ان انا المهم بس كده علشان ما تلزقش معي وابدأ الم العجنة من اللحراف وكل الحاجات دي. واقورها كده على جنب. واختبر بقى العجنة ازاي ان هي اختمرت كويس او آآ اتعجنت كويس. اخد كده كرة صغيرة وابدأ ان انا احطها في ايدي كده. لو آآ ملمسها ناعم وآآ وزي ما انتم شايفين كده حلوة. دي كتبقى خمرت معي وتمامه زي الفور. ما سيبقى بقى تخمر معي نص ساعة كده واغطيها بكيس بلاستيك او واركنها كده على جنب. ما سيبقى بس تخمر وتعلق قوي. وهنا بعد من خمرت شوية بدأت ان انا اجيب كرة كده صغيرة واجيب العجوة اللي انا عملتها وفردتها كده باداية. وعلى حسب كمية العجنة احط الكرة ازا كانت صغيرة ولا كبيرة على حسب حجم القرصة. تمام? بابدأ ان انا اعمل حفرة كده من النص وابدأ ان انا احط حتة عجوة كده بسيطة. تمام? العجوة دي كانت كتير قوي. آآ في قلب القرصة. الافران طبعا بيعملوها بيحطوا لحزة كده من العجوة. فانا النهار ده عشان بتاعتنا واحنا عاملينها بجودة وطعمة احلى وانضف كمان بنعملها كده. تمام? اسيبها بقى تخمر عشر دقايق بالزبط. وبعد ما تخمر عشر دقايق هقولوك هنعمل ايه? اسيبها بس الاول تضغطى كده بالكيس. او او فوتا. واسيبها تتريكن كده على جنب لمدة عشر دقايق. وبعد ما تخمر هقولوك هنعمل ايه? تمام? جبت بقى هنا شكل تاني. جيب العجوة اللي انا فردتها وابدأ ان انا اعملها صبوع كده زي صبوع الكفت. واجيب العجينة. انا بوريكوا بس الفكرة والاحسن انتو تعملوها بالنشابة العجينة. ماشي تفردوها على قد ما تقدروا وتبقى رفاية صمقها رفاية. تمام? وبعد ما لفتها في قلب العجينة فتحت فتحة كده صغيرة. ودقت ان انا اقطحها كده من اللي حرف المقص. لحد ما كمية العجوة اللي جوه تزهر. يعني افضل اقص بالمقص لحد ما كمية العجوة كده. واعمل تلات اربع فتحات بس على حسب برضو حجم القرصة اللي انتو عاملينها. اهي شايفين? وده كان الشكل معي التاني. واقول لكم النهاردة على كزا وصفة وكزا تركيا تطلعي القرص معيكي حلوة جدا. اغطيها بقى بكيس بلاستيك واركنها برضو على جنب. ودي بعد ما خمرت معي بعد العشر دايق بدأت ان انا افردها وكل ما انت تحبيها رؤياء كل ما تفرديها اكتر. لو انت حبيها تكون صمكها حلو فيها آآ عجينة كتير تبدأ ان انت ما تفردهاش قوي. تمام? انا هنا فردتها الفرد المعقول وجبت سكينة ليها آآ سن كده صغير وبدأت ان انا اعمل تفتحات زيها زي الافران بالزبط. تمام? اهو. هنا بقى مش هاركنها على جنب. هنا هدخلها الفرن في الرف اللي في النص على مية وتمانين درجة وبتقعد عشر دقيق او خمستاشر دقيق على حسب نوع فرنك. تمام? هنا جبت الكمية التانية وبدأت ان انا اللي عملته زي السميت ده كلهم طريقة وطعم حلو جدا جدا. تقدر ان انت تحشيها جبن. تقدر ان انت تحشيها عجوة. تقدر ان انت تحشيها اي حشوة انت عايزيها وحبيها. تمام? اهي اول ما بتطلع معايا في الفرن بتطلع لونها فاتح كده. وتبدأ ان انت تحطيها من تلات دقايق الى اربع دقايق على الشوية على النار تكون وسط. علشان ما تتحرقش معاك الوش. تمام? اهي وكانت معايا تمام وزي الفل. بدأت ان انا اهدخل الكمية التانية. جبت هنا بقى طبق وفيه تلات معلق كبار من السكر ومعلقة كبيرة بس من القرفة. وقلبهم كويس قوي 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 مع بعض. جبت حبة من العجينة. وبدأت ان انا اقورهم وافتح النص كده. اعمل حفرة كده بسيطة. وبدأت ان انا حطيت السكر على الارفة. وابدأ ان انا اقورهم كده بسيط. وابدأ ان انا اقفل السرة كده تبقى سرة كده او كورة. وبدأت ان انا احطها كده. اي اسيبها بس بتخمر واول ما بتخمر معايا بروح منزليها في قلب المية. مية بس ما فاش اي حاجة. وبعد ما طلحها من المية احطها على السمسم على طول وابدأ ان انا افردها فاردة بسيطة كده. يبقى دي بعد ما خمرت معايا ابدأ ان انا انزلها في المية قبل ما دخلها الفرن بالزبط. ما ينفعش قبل ما تخمر اروح احطها في المية. علشان ما توقفش الخمر بتاعها. او ان هي تخمر براحضة. تمام? ودي كان السوج الاولاني اللي انا عملته وطلعته معاكم بالشكل ده. اول ما بطلعهم بطلع على آآ صنية بلاستيك علشان ما تعرقش معي والظهر يبقى مبلول مية من السخنية. ودي كانت البقسمات او اللي عامل زي السميد كده بتاع زمان. مش قادر اقول لكم ان هي حلوة جدا جدا. بس العجوة بتنشفها شوية بتخليها تقيلة كده شوية. فانتو خفوا بس من العجينة. وده كان الشكل التاني معي. لو انتو حابين بقى تدهنوا الوش حبة لبن. او حابين ان انتو تطروها اكتر اول ما بتطلع من الفرن. وتبدأوا ان انتو تبخوها كده او ترشوها من المياه. برضو عادي مفيش مشكلة بخاخة كده وترشوا رشتين. انا بصراحة كانت القرس معي ما شاء الله كانت طبعية وما فياش اي حاجة. والعجوة من جوة كانت طعمها خطير. ودي كانت الحشوة السكر والقرفة وكانت طعمها احسن من الافرام بجد طعمها خطير يا جماعة. تقدر ان انتو تحشيها اي حشوة انتو حبها. كمان مفيدة وصحية وتقدر ان انتو تحتفز بيها او تخزينيها كمان في الفريزل. تحطيها في اكياس تلاجة وتحطيها على قد ما انتو تطلعي. لو انت بقى من عشاء ان انتو تطلعيها وتكليها سخنة بتطلعيها من الفريزل كأنك لسه عاملها بالزبط. تدخليها الفرن في الرف اللي في النص وتتغليها كده وتكليها سخنة وتبقى طعمها عسل. يعني طعمها حلو جدا. ولو انت مش عايزة ان انتو تسخنيها بتطلعيها من الفريزل تسيبيها تفك كده على الرخامة او الكنتر بتاعك لمدة يعني خمس دقيق كده وبتكليها برضو بتبقى طعمها حلوة قوي. تقدر ان انتو تفطري بيها العيال او الاولاد. تقدر ان انتو كمان تتعشي بيها جنب كوباية شاي بلبن او جنب كوباية شاي. طعمها خطير جدا. لو جربتيها بالطريقة دي ياريت تقوليلي في التعليقات او الكومنتات. ولو لسه ما جربتهاش ان انت تجربيها بالطريقة دي هتعجبك جدا جدا جدا. قبل ما اختم معيكي لايك وشير ودعوه بالخير وما تنسوش تعمل لايكات كتير قوي. ومشاركات عشان غيركم يا استفادت اشوفوا الشكم بخير وبي باي.